انطلقت فعليات المنتدى المصري العماني بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمسبير تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشربجي وسفير سلطنة عمان لدى مصر ومندو بها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله بن ناصر الرحبي وينقش المنتدى سبل توطيل العلاقات في التعاون الإعلامي بين مصر وسلطنة عمان كما تناولت المناقشات كذلك الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية في مختلف مجالات العمل الإعلامي للإعلاميين والصحفيين في الدولتين وتبادل الأراء حول السياسات الإعلامية الخاصة بالعلاقات العربية والعمل على تدعيمها وتوثيقها كما تم الاتفاق على وضع خطط إعلامية وبرامج مشتركة بين البلدين هذه الملتقيات في نظرة هي تساهم في إيجاد قاعدة من العلاقات والتواصل والتنسيق وأيضا مناقشة مقترحات المرحلة المقبلة اجتمل هذا الملتقى على ندوة كبيرة جدا شارك فيها كبار الصحفيين والإعلاميين والكتاب والمفكرين من كل الدولتين الهدف من هذا الملتقى هو فتح عفاق أكبر مد جسور أكبر للعلاقة الثنائية التي يعتبرها متميزة ولكن توقيع اتفاقية بالأمس بيننا وبين الزملاء في نقابة الصحفي المصريين سيخلق علاقة أكبر خلال الفترة القادمة حقيقة ما حققه هذا الملتقى من نقاحات كان فوق التوقعات لكننا نتوقعها احنا كجمعية صحفيين منظمين ومساندين لكم بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان وبالتعاون مع نقابة الصحفيين المصرية الملتقى حقق الكثير لنا من خلال من نشاهد وتشاهدونه من نقاحات سواء عن طريق القلسات التي أقيمت أو معرض الصور أو أمسية الأمسية الثقافية التي أقيمت مسال أمس نأمل أن تكون هذه العلاقات مستمرة بصورة دائمة بيننا وبين الصحفيين هنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة طبعا أهميته التأكيد على التعاون العربي العربي وده برضو نوع من أنواع الاستمرارية في دعوة القيادات السياسية في كل الدول العربية لتفعيل التعاون العربي العربي سواء السنائي أو على مستوى جماعي أكتر وحضرتك زي ما أنت عارف أنه دلوقتي الإعلام والاقتصاد بيقودوا العالم فلابد أن نحن نعلي من استخدامات الإعلام سواء الأعلام أنا بسميه الإعلام الهاجين لأنه ما عادش عندنا إعلام تقليدي بالمعنى القديم لكن وسائل الإعلام الحالية اللي هي بتجمع ما بين الأسليب القديمة أو التقليدية والأسليب الحديثة وأيضا الإعلام الرقم الجزيرة